ديبلوماسيا بحث رئيس تحالف السيادة شيخ خميس الخنجر مع رئيس البالمان الأردني أحمد الصفدي ووفد نيابي وعشائري رفيع المستوى بحثوا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال شيخ الخنجر للصفدي والوفد المرافق له من قيادات سياسية وأخرى عشائرية في مقر تحالف السيادة بالعاصمة بغداد وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية وأيضا آليات تطويرها في مجالات عدة كما ناقش اللقاء مخرجات قمة بغداد التي احتضرتها العاصمة الأردنية عمان فضلا عن بحث مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن